في المقابل اتهم تحالف سائرون رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتعمده عرقلة عقد جلسة لمجلس النواب مخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة التحالف أوضح أن تحديد جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستواجه عرقلة من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الثاني بشير الحداد وشيرنا إلى أن تحديد موعد الجلسة أصبح وسيلة ضغط جديدة على رئيس الوزراء المكلف بسبب اعتراض كتلة الحلبوسي والقوى الكردية التحالف وعد أيضا أن أي تأجيل آخر للجلسة فإن العملية السياسية ستدخل في أزمة جديدة الهدف منها عدم نجاح المشروع الديمقراطي